المسافة إلى الهاوية في طهران تقترب أكثر فأكثر المشكلات الاقتصادية البركانية الاتفاق النووي حجر العثرة الكبير الذي يغرق إيران في بحر العقوبات الأخطر من هذا ما نشره تقرير للوكالة الفرنسية حول تداعيات الاحتجاجات التي خرجت في معظم أنحاء البلاد في 2017 و2019 وتركت بصمتها على حكومة طهران تسرعت الأحداث لتمسى جدار الأوضاع السياسية حيث استهدفت التظاهرات المؤسسة الحاكمة برمتها لم تستجب الحكومة الإيرانية برئيسها الجديد إبراهيم رئيسي كما تؤكد شهادات خبراء في الشان الإيراني بحسب تقرير الوكالة الفرنسية إلا بالرد على تلك الاحتقانات بمضاعفة أعداد الإعدامات إذ يؤكد التقرير إعدام إيران في النصف الأول من العام الحالي ضعف عدد الأشخاص الذين أعدمتهم في العام السابق بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران والتي تتخذ في النرويج مقرا لها إذ سجلت المنظمة 318 عملية إعدام شنقا نفذت هذا العام إعدامات لمعارضين للنظام هكذا تجد إيران الحل في وعد فتيل التظاهرات في المقابل فحلولها مع الملف النووي والأزمات الخارجية عبر وقلائها لم تختلف إذ تراها دول الغرب بمن يضع الزيت على النار وهو ما يجعلها في مستنقع العقوبات المستمرة سيما مع تدخلاتها المستمرة في شؤون دول وسياساتها ترجمة نانسي قنقر